ترمي عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله رحمة الرحيم سنشارك معكم تشكيلة من حلوية دوازتي الاقتصادية بعجينة واحدة سيتهنيكم من كثرة الوصفات فاليوم سنقترح لكم إن شاء الله أربعة أشكال من عجينة واحدة وبنكهات مختلفة بالطبع كيف تشوفوا معي وبلا مراشوا مساهلين في التحضير وكي يجيوه شاشين ومرملين فإن شاء الله إن شاء الله غادي تجربوهم وغادي نالوا الإعجاب دي لكم حضروهم لأي وقت لدوازتي أو للأعياد فإن تمنا تجربوهم كيف العادة إلا عجبتكم الوصفة ما ننساش نذكركم باللايك للتشجيع تقسموا الوصفة مع معارفكم وفي مواقع التواصل الإجتماعي باش تعملوا الفائدة على الجميع ما نطورش عليكم كيف العادة خليكم إن شاء الله مع هذا الفيديو للأخير باش تعرفوا معنا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير ونبدأوا على بركة الله باستعرض المقادير فكم مقادير سنحتاج هنا 4 و250 جرام دي الزبدة مارغارين طبعا ممكن تعودها بزبدة حيوانية لكن بشرط أنكم تديروا غير نصف كمية دي الزيت سنحتاج هنا كذلك كأس دي السكر غلاسي أو لسكر بودرة ونحتاج نصف كأس دي السكر حبيبات أو لسكر سنيدة طبعا ممكن تديروا كمية كاملة سكر حبيبات وممكن تديروا كمية كاملة سكر غلاسي لكن بشرط أنكم تديروا كأسان لأن سكر غلاسي يكون نقص حلاوة عندي هنا كأس دي الزيت نباتية وهذه تدير نصف كأس إلي استخدمته بزبدة حيوانية ثلاثة الحبات ديال البيض كيس ديال فانيلا وعندي هنا كيس ديال خميرات الحلويات ممكن توصله حتى الكيس ونصف ديال خميرات الحلويات على حسب الشكل عفوا أني غدي تخدمه دقيق حسب الحاجة طبعا القبيصة ديال الملحة مباشرة كناخد هنا قصرية وكنوضع فيها القبيصة ديال الملحة زبدة سكر والفانيلا وكنحاول نخدمهم زيان مع بضياتهم هكا حتى ما كيبقاش ليا سكر غلاسي بعين من بعد كنضيف هدك الكأس ديال الزيت وكنخدم جيدا جيدا بالكف ديال ايدي حتى ما يبقاش ليا ان شاء الله القطاع ديال الزبدة وكنضيف ثلاثة حبات ديال البيض وكنحتفظ هنا بيض بيضة او لمكامل شو بيض بيضة للتزيين ومباشرة غادي نبدا هنا في اضافة الدقيق والخميرة ديال الحلويات بالتدريج ونعود نأكد هنا بالنسبة لخميرة الحلويات ممكن نضيفوه حتى الكيس ونسب طبعا لحسب الاشكال اللي انتم ما غادي تخدموه فكنبقا نضيف الدقيق بالتدريج شوية شوية حتى غادي نتحصل ان شاء الله على العجينة اللي هي رطبة وما غاديش ندخل كميات ديال الدقيق كاملة لاني مازال غادي نديري ان شاء الله النكهات كمباشرة هانا غادي نقسم لعجين ديالي الاربعة، لاني طبعا غادي يكون عندي اربع ديال الاشكال، حتي نلخل بهنبدا بالقطعة الاولا اللي غادي نكها بنكهة البرتوقل كنحاول لندخل لديك النكهة البرتوقل هنا في العجين ونضيف الدقيق حتى انتحصل العجين اللي هي رطبة وما كتلتصقش في اليدين طبعا من بعد ما كلمها غدي ندوز مباشرة للنكاة التانية اللي غدي نخليها بنكاة الفانيلا وغدي نضيف لها هنا معلقة كبيرة ديال فيرميسيل شوكولا غدي نحاول ندخلو في العجين غير شوية بشوية بشوية باش ما كيتطلقش ديال حرارة ديال ايد وبطبيعة الحال الدقيق حتى كيتلم لي العجين وما كيبقاش كيلتسق بالنسبة لنكاة التالية فغدي نضيف لها هنا 50 جرام ديال الكوكاو اللي عندي هنا محمر ومطحون طبعا ممكن تعوضوه باللوز او لزنجلا اللي عندكم كندخلو مزيان في العجين حتى كينسجم وكنضيف كذلك الدقيق باش ما كيبقاش يالعجين كيلتسق في اليدين او لطري كتر ما القياس بالنسبة لنكاة الرابعة والاخيرة غدي نضيف لها هنا فلون شوكولاة بالنسبة لفلون شوكولاة ممكن تعوضوه باي نكاة لكن هنا يباش نتحصلو على اللون الاسود طبعا الحالي انا غدي نزيد ملعقة صغيرة ديال الكاكاو المور فالفلون كيعطيل هاد العجين هادا منكها اللي هي زوينة وكذلك هاشاشا كيف كتعرفو الفلون كيه الشش العجين او لالحلويات سافي غدي نلمي العجين ديالي ان شاء الله ونرجع باش نشكلوه هادو هما النكاة بربعة من بعد ما لميتهم كيف كتلاحطو معي عجينة كيف العادة اللي كتكون رطبة دائما كنضع الاصابع ديالي في العجين وكيخرجو ناس في نبا كتلتسق فيهم العجينة سافي العجين ديالي كيكون وجد غدي نغطيهم هنا بالبلاستيك وندوزهم مباشرة للتشكيل فغدي نبدأ هنا بشكل اول اللي عندي بنكات البرتقال غدي نحتاج هنا البيض البيض اللي احتفظنا به في الاول كوكاو كونكاسي اللي ممكن تعوضوه باللوز او الكوكاو ايفيلي او للزنجلان اللي عندكم طبيعة الحال وعندي هنا اللي سوغيزكم فيه باللون الاخضر اللي قسمتهم الانصاف سافي هنا كيف كتلاحظو معايا كنناخد كمية من العجين كنشكلها على شكل كورا كنبسطها واحد شوية بين الكف ديال ايدي كندوز لها الوجهة ديالها في بيض البيض من بعد في الكوكاو وكنوضع هذيك للحبة او للنصف حبة ديال اللي سوغيزكم فيها تشكيل هدا يعني كيجي تماما بحال شكيل ديال المشوك اللي كنديرو باللوز غير هو كيجي شكلي هو اقتصادي وبنكه ديال البرتقال زوين بزاف غدي نستمر بهذا الشكل هدا حتى غدي نكمل هذي الكمية ديال العجين كاملة اللي عندي طبيعة الحال كنوضعهم فلاطية ايما مفرشة بورقتية ايما مدهونة بشوية ديال الزيت النباتية من بعد ما كملت الكمية الاولى او للنكهة الاولى غدي ندوز للنكهة التانية اللي هي بطبيعة الحال كذلك عندي هنا بالفلون شوكولا او لبنكهة الكاكاو لانني غدي نكورهم كذلك اولا غدي ندرهم هكا على شكل غريبات فغدي نوضعهم بجوجهم فلاطة واحدة غدي نستمر بهذا الشكل هدا غدي نكمل كذلك الكمية ديال العجين وغدي ندخل لطا ديال الفران اللي كيكون مسخن من قبل النار اللي غدي تكون مهيلة بالنسبة الفرن كهربائي غدي تكون على مية وتمانين درجة مهيلة مهيلة غير من الاسفل فقط حتى يطيبو كي يخطو لون من الاسفل قاعد كنحمروهم من الوجه ديالهم ونخليهم جانبا وندزو للشكل الثالث فبالنسبة للشكل الثالث غدي ناخد هنا العجين اللي عندي هنا بالفرميسيل شوكولا غدي نحاول انني نحرب له بهذا الشكل هدا حربو اللي غدي يكون شي شوية رقيق لان العجين مازال فشكي طيب لان في الخميرة دي الحلويات فهو كي تطلق حاولوا انه يكون حربو اللي هو رقيق فالشكل كي يبقاكم زوين من بعد كنحاول انني نقطعوه على شكل اصابع بطبيعة الحل الحجم كي بقى لكم في الاختيار كنحاول انتو ما نعود معاكم كنحرب العجين بشكل كي يكون رقيق نستعنا غير بها الكمية قليلة قليلة ديال دقيق غير باش ما يلتسقش معايا كنقطع هنايا اصابع دائما كنحاول قطعه نعبر عليها باش كي جوني العبارات قد قد او للاصابع قد قد كيف العادة كنوضعهم فلاطة اللي مفرشة بورقته او لمدهونة بالزيت وكندخلهم كيف العادة الفرن مسخن نار مهيلة مية وتمانين من الاسفل حتى كي يطيبو هاد نحمرهم من الوجه ديالهم بالنسبة للشكل الرابع والاخير اللي عندي هنا بالكاوكا وهاد الشكل هادا ركي يجي بنين بزاف بزاف كناخد منه هكا واحد الكيمية قليلة بطبيعة الحل كنحاول كدليك نحرب لها حربوا اللي يكون رقيق حاولوا انكم ما تديروه شغلت بزاف لان باش ما يتنفخش ليكم بزاف في الفرن ويجيكم بحل كعك حنا بغينا يجي وغير بحل كا بحل دبي ويكونوا يجيو زوينين هكام تيولين ورقيوقين صافيا انتم ما كيف كتلاحظوا معي كنحرب لها كواحد الحربول نحاول نرقوا واحد شي شوية من بعد كنسعنا غير بواحد الغطات ديال القرعة او ديال القنينة ونحاول دائما نقفل مزيان هادا كالطرف الاخير باش ما يتحلش ليه من بعد في الفرن ويبقى محافظ على الشكل دياله قدي نبقى بها الطريقة هادي حتى نكمل كدلك الكمية ديال العجين كاملة اللي عندي كيف العادة ندخلو الفرن اللي كيكون مسخن من قبل نرمهي لامل اسفل كيف العادة حتى كي يطيب وكي ياخد لون على خطره عاد من بعد ان شاء الله نحمروه من الوجه دياله نخلي الحلوة ديالتي كاملة حتى غادي تبرد وعن نرجع ان شاء الله نكملو مرحلة التزيين فالحلوة ديالتنا هم هادو كاملين من بعد ما طبو خليتهم هكا بردو شوية لاحظوا معايا كانت طيبو على خطرهم كي ياخدوا هكا واحد اللون ده هبي خفيف كي يجو زوين بزاف كي يجو هشاشين واكتر من رائعين دابا غدي ندوز مباشرة لمرحلة التزيين غدي نبدأ معاكم هنا بهذا الشكل اللي عندي بالكوكو او لهذا الدمي الجات اللي عندي بالكوكو فغدي ناخد هنا شوية ديال الشوكولاتة البيضاء بالنسبة لمنوع ديال الشوكولاتة اللي كنستعمل كنستعمل قال كندوبو في بماغي بدون زيت وبدون زبدة وغدي نضيف ليه هنا شوية ديال الكوكو لان نحنا نسمنا اولا نكهنا الحلوة ديالتنا بالكوكو فاخديت الكوكو كونكاسي محمر وكنا نخلطه شوية مع الشوكولاتة البيضاء ومن بعد كنناخد هاد الحبيبات ديال الحلوة وكنا نحاول نوضع هكا فوق منهم هاد الشوكولاتة اللي مخلطة بالكوكو كونكاسي وهناك اضافة للتزيين غدي ناخد الوريقات ديال الورد او لا اي حاجة عندكم بريتو تضيفوها ديال وتدخلهم غير هاد الشكل كيبقى لكم الاختيار كناخد جوج ريقات ديال الورد البلدي كيف كتشوفو معايا وكنوضعهم هكا فالطرف غدي نستمر كذلك به هاد الشكل هادا غدي نكمل كذلك الزين ديال هاد كمية ديال الحلوة كاملة اللي عندي كنوضعهم هنا كيف كتشوفو معايا فوق ورقة طهي اللي طابو فوق منه او لا فوق بلاستيك غير باش ميلتسقش لنا الشوكولاتة مع سطح العمل وغدي نخليهم ان شاء الله حتى غدي برضو ويتماسكو ونجزو نزينو عفون الشكل الت هنا بالنسبة للشكل التاني اللي عندنا هنا اصابع بلفري مثلا انتم ما كيفشتو معايا مع انا ندرنا اصابع اللي هم ارقاق فكيف كتلاحظو معايا هكا كيتنفخو وكيتلقو في الفرن هنا كخطوة لتزيين تزيين اللي هو ساهل وبسيط كنحاول ندهل لهم الوجه ديرهم شوية ديال المربى السائل او لعسل او لناباج اللي عندكم او كندوزهم هنا شوية ديال الكوك او لجاوز لهين هنا حاولوا ما تغطسوهمش بزاف في لكوم في تيور او لف المربى باش ما يرتبوش لنا احنا بغينا غير شوية شوية هذيك اللي باش يستقلين عليهم الكوك او لجاوز لهين وتحتفظ لنا الحلوة ديالتنا بالقرمشة والهاشاشة ديالتها صافي من بعد ما غدي ندوز الحلوة كاملة هنا تزيين اللي هو بسيط وسريع بزاف خليتنا شوية ديال الشوكولاتة السوداء وهنا يكن زيين هكا كيف كتلاحظو معايا خطوط لي هي رقيقة تزيين اللي هو بسيط وسريع بزاف وكي يجيزوين وكي يعطي اضافة لهذا الحلوة هذي بالنسبة للشكل التالث اللي غدي نزيينه فطبيعة الحل النكهة ديال الشوكولاتة لانا الحلوة الاخرى مزيينة راسها براسها فاخديت هنا شوية ديال الفيرميسيل شوكولاتة وغدي نضيف لي هنا الملمع النحاسي وغدي نحركم زيان بزيان وبالتالي غدي نتحصل على الفيرميسيل اللي هو ملون لحظو معايا كي يجيزوين بزاف بزاف اضافة اللي هي بسيطة وكتطيره ونقوه يعني ولمع اللي يزوين الحلوة شي حاجة اللي هي بسيطة وكتولي راقية في نفس الوقت غدي ناخد هنا الحبة ديال الشوكولة وغدي ندهن هنا لعفوان الحبة ديال الحلوة وغدي ندهنها غير بالبانسو او لبشيتة بالشكل التالي دروري خاصو يكون يعني برد هكا واحد شوية ما يكونش باقي سخون لانا الى كان سخون فغير غدي نوضع عليه الفيرميسيل غدي يدوب لينا فيكون هكا برد او لنزلات الحرارة ديالته مزيان وبرد صافي عاد كندهنوه من فوق الحبة ديال الحلوة وحد طبقة اللي هي رقيقة ومن بعد كنرشو علي هاد الفيرميسيل اللي عدنا مخلط مع الملمع صدقوني راه المنظر دياله كيجي زوين بزاف زاف اوراقي تمنى فعلا انه يعجبكم نكملهم ان شاء الله وتشوفهم معايا في التقديم وكذلك الشكل النهائي كيف تشوفوا معايا تشكيلة من الحلويات بعجينة واحدة وبنكهات اللي هي مختلفة ما تحيروش نهائيا في الوصفات غير وصفة واحدة حضروا من هالاشكال اللي بغيت وانا اقترح تعليكم لي مار بعدي الاشكال واي شكل بغيت وتخدموا به ان شاء الله غدي تخدموا به وعطيكم نتيجة اللي هي زوينة بطبيعة الحل كيف العاد نقصم معاكم الحبات كاملين باش شوفوا العجين كيفاش كيجي هنا شيش كيجي مرمل وكيجي فتي بزاف وكيدوب في الفم رائع رائع من اروعي عن الوصفات اللي ممكن تحضروهم بساهلين بساطين واقتصاديين وخرجوا منهم الاشكال اللي بغيتو هدا بالنسبة للشكل ديال دميجاز بنكهات الكوكو اللي درناه في الشوكولاتة البيضاء نكهة ديالتو كجي زوينة بزاف بزاف وكيجيه شيش هنتو ملاحظوا معايا معا ان كينا الطبقة ديال الشوكولاتة مقرم لكن راها ضغية ضغية كي يتفرتز ضغية كي يدوب هكا وهشيش كيفكت لكم هدي كذلك اللي عندي هنا بالشوكولاتة وتكم تشوفوا معايا اللمعة اللي كينا في الفيرميسال صراحة تصوير مع طهاش حقها جات رائعة جدا جدا كتجي كتبري وزوينة وشوفوا معايا كيفاش كتجي فتية لان الفلوم طبيعة الحال كيهشاش العجين مشي بحال الى درنا غير الكاكاوبو حدوك يعطي هشاشة اللي هي زوينة وكيخلي الحلوان اللي تجيكم مرملة وهدا شكي الأصابيع اللي درناه بالبرميسال والكوك كذلك مدق اللي هو زوينة تمنى فعلا تشكيلة هدي من الاعجاب ديلكم وتجربوها اللي عجبتكم الوصفة دي اليوم كيف العادة ما تنسوش تخليولينا لايك للتشجيع شاركوا الوصفة مع احبابكم وصحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتوا من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فكن دعكم الاشتراك في القناة بالتقطة الاشتراك الموجود أسفل الفيديو فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بعدك انكم صرت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرين